سكتنا سكتنا وقلنا احنا بلك لعود هذ الناس هذو يحشموا ما حبيتوش تحشموا تتهموا في الناس بالإرهاب تتهموا في الناس بالتعامل مع الموصات تتهموا في الناس بالتعامل مع مخابرة أجنبية وتحاربوا في العصابة وجزائر جديدة ومن يش عارفوش وصرتوا تميزوا بين الجزائريين شفنا جزائريين وجزائريات يروحون البلاد هناك جزائريين آخرين ممنوعين من دخول البلاد لماذا؟ لانتم الجزائريين لانتم تتهموا بالوطنية تتهموا بالعلم تتهموا بالثقافة لانتم الجزائريين والجزائريات كنتم كنتم عبر العصابة وانتم جزء من العصابة اه انتم جزء من العصابة علش ما تحشموش علش دول دفع المواطنين انتهى لما يعتص كلب تقوم الدنيا بينما جزائريين وجزائريات يموتوا وكي الناس اللي ما يقدرواش يروح يشوفوا والديهم في فرنسا دائرين هم ديزي طرنجي وما يروحوا للبلاد كيف كيف علش وين البلاد هذي وين هذي الناس اللي رام دركوما في هذي البلاد هذي يشوفوا بعين الرحمة هذي الناس اللي رام عايشين يتقطعوا في الخارج مش كنتوما هذي كله كان راكم انتوما منطين انتع العربي بن مهيدي قال صهاينا راهم يجيبوا في ولادهم يدافعوا عليهم يدافعوا علي ولادهم يجيبوا فيهم من كل بقعة انتع العالم الجزائريين توراوا بالسبوع ناس عندها درك اكثر من عام وهي في المطارات في الدور وناس طالعها بطاة انتظروا لكم على هذا التمييز بين الجزائريين علش علش هذه الحقرة ما تحشموش على الاصول انتعكم انتم الجزائريين انتم القوة والناس لا يحب الاقتتال اللي انتم ليلة نهارة من خلال الممارسات انتعكم هذا الانسان هذا الانسان من التحرك من التنقل من التعليق من التعليق ناس فيسبوك يكتب تعليق اي طول المحكمة عندي مدة تحدث مع واحد مسكين ما عندوش باش يكل 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 خبزة عندو اخوه دير رجيسر كوميرس شوش معطالو هكذا كارتون هكذا منش عارف فيه ما واد هكذا باش يبيحهم دار اعلان على الفيسبوك يلا داروا الورون فورو ورحوا ليه كيفاش انتم ترضاهوا لانفوسكم على جلبهش ترحوا تعالجوا بالخارج وقاعدين تتصرفوا في الاموال انتع شعب والمواطن يروح يدير ورون ضيفوا على جلبهش يدير يدير راديوس تاع سكانار ولا منش عارفانه كذا يقعد بالشهور قاعدين تتصرفوا في الاموال تاع شعب لا حاسيب ولا رقيب دارين دستور هذا اول واحد يبول عليه هم انتم قوانين اول واحد يدوسها هم انتم قاعدين تتهموا في الناس وتلصقولهم في التكيات خرجتوا الان شعب الجزائري خرج على جلبهش هو يصرخ على جلبهش يقول كفا وطلعت انتم على ظهور الشعب ووصلتوا حتى تقمعوا ابناء الشعب باش ما يدخلوش للجزائر بحجا تاع الكورونا بينما انتم مخليين الناس بنيويوي وضربين الشيتاء اللي راهم دورك في تجمعات وراهم دوركو ما يعقدو في تجمعات ومشيين الليل مع النهار ما مخليين لا جنزة ولا مخليين تجمع ولا مخليين عرس ولا مخليين والو لا احتياطات ولا احترازات ولا محزنوا بينما تمارسون القمع وتمارسون التأسف على ابناء الجزائريين الآخرين اللي قالوا لكم كافا كافا من التمييس كافا من الحقرة كافا من الظلم كافا من ابن عميس كافا من الجهوية كافا من هضرن تاع الاموال باش فتونتون الجزائريين باش فتون بالنخوة باش فتون باش فتون الجزائريين انتم سنوات والناس تصرخ والناس تنادي يلا ايها الجزائريين تحركوا تم قاعدين متعاونين مع هذه العصابة وقاعدين انظرك الان متصارعين في بعضاكم من اجل الحكم ماكانش حاجة واحد اخرى قاعدين تستعمل أو شيء انت عن الدولة الجزائرية بتستعمل فيه ابناء الشعب من الشروطة وتستعمل فيه Magic تستعمل فيه ابناء الشعب من المكابرات تستعمل فيه Physical من الإدارة تستعمل فيه choosing لتعرف ب mecسات المختلفة على جيل أن تتشكروا و تحقروا هذا الناس المخافرهم هذا هما الجزائريين الأقحاح هذو الناس المخافرات هذو الناس المخافر هذو الناس المخافر جميعا لنقوم بهم علم само غير يمعون فيهم والخطاب على الرحمة يمعون عليكم و نقول لكم يا الله أرهم جزائريين و لازمنا الى تاريخ اليوم لكن لم أحبت أشتح شمو جزائريين و جزائريات حبين يروحوا لبلادهم حبين يروحوا وشوفوا ما ليهم لا أتحدث عن النفسي نحن ضحينا بنفسنا نرى أن ندفعه في الثمن نتيجة عن موقفنا نتيجة عن تصريحاتنا لكن أنا نفسي تهون أمام الناس الذين يراهم دركهما بعائلاتهم عائلات واحد عنده مرض بالكونسار واحد ماتوا والديه واحد رأوا في مشاكل مع أخاوته ابن عمه على هذه أرض وهذه ورث وهذه كذا والناس رأى عندها خاوتها كين الناس الذين يراهم عندهم مرضى كين الناس الذين يراهم درك خرجوا بشهداوي ومن بعد حصلوا ملقوا كيفاش يهبطوا والله كيفاش يديروا أنتم قاعدين طيارات طالعة وهبطة لا حاسب ولا رقيب تطلعوا وتخرجوا كنتم كي ولادكم وقاعدين تمارسوا في القوانين وتمارسوا في الحجرة وتمارسوا في العنصرية وتمارسوا في التمييز على أبناء الشعب هذا الناس الذين يذهبون للمنظمات الدولية أنتم 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 وانتبعتوهم هذا الإنسان السلمي الذي ينادي بالسلم وينادي بالمصالحة وينادي بالأخوة أنتم التي تتهمهمه بالإرهاب ما قاعدكم لا أحبت العنف لكن تدفعوا في الناس العنف أبناء الشعب تدخل فيهم من الإحباس وبأنك خرجتهم من الحبس أبناء الشعب تدخلوا فيهم على مورسون تعزط له وبأنك تخرجوا من الحبس يتمارسوا في العنصرية قلنا نحن ماذا عليها سيدي؟ الناس رح تغلط والناس كذا والناس كذا يلا أروحهم تخاووا وأروحهم نبنيوا الجزائر مع بعضنا لكن لا أحبتوش تحشموا لا أحبتوش تحشموا ووصلتوين أنه جزائريين وجزائريات منعهم من الدخول وإذا كان دخلوا لازمكم تدهم وفق القوانين اللي تحوسوا عليهم ويدفعهم المصارف من جيبه بينما أنت أروح دوي بالمصارف أنت على الشعب أنت أقول لي معاك ودوي أولادكم وقرّ أولادكم وأصرفوا كما أحبتو ويجبوكم المصارف ما لذا وطاب من كل المواد ما يجبوكم لا حتى مشكل ما يجبوكم لا انقطع الزيت ولا انقطع الماء ولا انقطع الكهرباء ولا انقطع الانترنت ما يجبوكم ولو ما يجبوكم ما يجبوكم ما يجبوكم هذا اللي الجزائريين والجزائريات عامين هم في الطريق عامين هم في الشارع هم يصرخوا ليلة نهار ما حبيتوش تحشمه وصلت أن الناس تكتب تعليق في الفيسبوك أو عمر بن الخطاب ومع ذلك كان يخرج أحد المبشرين بالجنة كان يخرج ويتكلم مع الرعيين ويتكلم مع الرعيين ويخرج ويسأل على الأحوال المسلمين جزائريين وجزائريات كانين اللي يقعدون في المطارات كانين الناس اللي يراهم مقموعين وقاعدين استعملوا في البيستون ذاك النهار واحد في الإمارات قلبوا عليه الدنيا وجزائريين أخرين ما عليهم واحد يخصوا له طائرة واحد الجرانين كل تتكلم عليه والقنوات كل تتكلم عليه وأخر مانعين وحتى من التنفس حسبون الله هو أن يعمل وكيل فيكم حسبون الله هو أن يعمل وكيل فيكم موسيقى موسيقى